عندي كلمة مش بعيد على الاجواء هذي اللي نحكيو عليها وكيفاش نغيرو العقليات ونغيرو المايندسات ونغيرو وقعنا احنا منا فينا راو التغيير فينا يا ناس يا جماعة نتمنى نشوف عائلات تبرمج الويكاند متاحة ونهية الاسبوع متاحة ببرمج ثقافية برمج ترفيهية خرجات بوكواباة رياضية تبرمج خرجها بيش تمشي تشوف فيلم وقلا مسرحية وقلا زيارة مدحف تبرمج خرجها بيش تمشي تكتشف جيها في تونس ما تعرفيش برشا برشا حاجات نجم تعملهم اللي يراهم ما فيهمش كلفا اون غندونة اون ماخش معناتها مع ديزامي مع العايلة برشا حاجات يتعملوا تخرجنا من المعطيات تخرجنا من اه تعرفوا شنوعنا خمامت تخرجنا من تعلقنا بوسائل التواصل الاجتماعي اللي وليت ادمان يا كاد يكون مرضي يعني الناس راولت برمج عشوياتها وسهريتها بلي شنوع بيش تشوف على تيكتوك وعلى فيسبوك اليوم يجبنا نتعلموا اللي يفهمها برشا حاجات خارجة عن العادي out of the box وعلى النسق الروتيني متاع الحياة اللي هي معناتها ياسر تأثر على النفسية متاعنا روء الترفيه والثقافة يلعبوا دور اساسي في المجتمع تتبني فيه الهوية تتقوى فيه الروابط الاجتماعية نعيشوا تجارب متنوعة تغذي وتثري حياتنا عليش التونسي حياته تقتصر على الخدمة القهوة ومع الشيشة بيانسور وثم صهرية مبين الكورة في القهوة فيسبوك تيكتوك هذه هي اللي التونسية مش بعيدة زي دراء نهارة يقتصر خدمة إذا كانت تخدم صغار مسلسل في التلفزة ثم فيسبوك وتيكتوك هذا يعني يزم تتغير الحياة متاع المواطن يزم تتكسر هالصورة النمطية هذية وننقول اللي تغيير العقليه تغيير المانسات كي ما كنا نقول ويزم ووقت ويزم وإرادة احنا في عصر لابارس انتلكتويل وبالطريقة هذي متناجم تغير ليل ويقع متيك ولا ويقع بلدك وتولي مجرد مستهلك لبرود تفرض عليك حتى انتي كمواطن انتي تتحول لبرود اللي ت graftنية ويقع تتكسر زر ونبعد عيجان حكيو على ثلاث لفس نحذر